عايز أعرف من حضرتك خطة النمسا ميديا في الفترة القادمة لمواكبة أحداث الانتخابات البرلمانية تحياتي لك سيدنا مدوح تحياتنا لجميع السادة المشاهدين والمتابعين الأفاضل على النمسا ميديا طبعا يعني الآن النمسا ميديا بعد ما أطعت مراحل كتير كبيرة بتأسيس نفسها وإعادة إنتاج نفسها وتطوير الذات يعني فإن شاء الله تعطية الانتخابات هتكون مميزة جدا طبعا نحن حيكون في عنا يعني حسب إن شاء الله يعني التوقعات يعني من 15 الشهر 15 تسعة ونحن ماشيين حيكون في عنا تقريبا تغطيات شبه يومية قراءة في الأحداث في التطورات مع تطور أحداث الحملة الانتخابية باعتبارها ما زالت الآن يعني لساتة في حالة برود إلى حد ما فينا نقول مع تصاعد الحملة الانتخابية والمواجهات بين الناخبين والأحزاب وما لهم عليها سيكون عنا تغطيات إن شاء الله حديث النمسا سيكون بشكل شبه يومي اعتبارا تقريبا من 15 الشهر وستزداد البرامج والتغطيات الميدانية والاستطلاعات الرأي وكل ما إلى ذلك من خلال الموقع من خلال الأخبار التي نغطيها ومثل ما قلنا بتغطية استثنائية من 15 إلى 20 الشهر فستنطلق أضف على ذلك هالمرة حيكون في عنا يعني استضافة لعدد من الخبراء المحللين لضيوف المعتادين للخبراء اللي بتستقبلهم إنفقرات النمسا ميديا من الممكن أن ينضم إلينا أشخاص آخرين ولكن خلينا نقول يعني يعني تقريبا هذا هو الشكل العام طبعا يوم الانتخابات يوم الانتخابات التاسعة والعشرين سيكون يوم أحد ستكون النمسا ميديا بمواكبة لكافة التفاصيل والتطورات الخاصة بالحالة الانتخابية وابتداء من الساعة الرابعة الرابعة سيكون هناك بث مستمر حتى صدور كافة النتائج الانتخابية يعني من الرابعة تقريبا أو من الساعة الرابعة إلى الخامسة حتى التاسعة مساء تقريبا أربع إلى خمس ساعات مستمرة سيكون عنا البث يعني إن شاء الله إذا ما صار عنا أي مشاكل فنية فإذا سيكون في حالة استمرار العديد من المحللين العديد من استطلاعات الرأي يعني هذا هو تقريبا التصور المقبل طيب يمكن عندنا برضو يمكن كنت حضرتك اتكلمت عن انطلاقة جديدة للنمسا ميديا وعندنا طبعا جمهور يتجاوز 150 ألف متابع الجديد الانفو جراد هتقدمه أو النمسا ميديا هتقدمه للجمهور المحترم اللي بيتابعنا دايما سؤال بالغ لهمية ساذة مدوح هلأ نحن فعليا فينا نقول يعني النمسا ميديا هي فعليا بانطلاق وبحالة تطوير مستمر وهذا الشيء اعتقد كل مشاهدين ومتابعينا بيقدروا يلاحظوه بسهولة الجديد هاي المرة الجديد هذه يعني هذه الان ان شاء الله يعني هذا العام بالضبط يعني هاي الفترة جمالا يعني اعتقد يعني فيه خبر خلينا نقول بجوزي شوي يكون مؤسف بالنسبة لألنا مش مؤسف يعني انه هو فيه تعطيل لمشاهدنا ولقارئنا انه هو الموقع الكتروني اعتقد ما بين غدا وبعد غد يعني السبت والأحد اللي هو فعليا بواكب السابع والثامن من سبتمبر سيكون فيه تطوير للموقع احتمال يخرج عن الخدمة لمدة يعني ساعات صراحة نتمنى ان لا تتجاوز 24 ساعة نتمنى هذا رأي انه رح يكون الموقع بحلة جديدة بانطلاقة جديدة بسرعة بمهنية برسومات انيميشن جديدة كليا يعني بحيث انه القارئ يكون سهل عليه التعامل معه سرعة بالتصفح فهذا الشيء هيكون ضمن الانطلاقة اللي حنحاول ان شاء الله اتمنى انه قسم الفني يقدر ينهيها ما بين السبت يعني اعتقد ستبدأ العملية ما بين الرابع على الخامسة عصرا وستستمر يعني حتى يوم الاحد نتمنى انه قبل الاسنين تكون العمليات الفنية انتهت الشيء الاضافي الجديد اللي حيكون ايضا معنا انه من ضمن البرامج حديث النمسا اللي حنا حنغطي فيها الانتخابات كما تفضل بسؤالك ما هو الجديد الجديد احنا هالمرة هي هيكون فيه تركيز كتير كبير على على الشارع بصراحة على الانسان العادي على المواطن اللي هو فعليا اما عم ينتخب او متأثر بالانتخابات يعني احنا مشان نحفظ حق من يملك حق الانتخاب او لا يملك حق الانتخاب فهيكون في عنا لقاءات تستند الى الشارع تستند الى المواطنين بعيدا عن خلينا نقول المتحدث الكلاسيكي المحلل السياسي والخبير سيكون هذا موجود ولكن سيكون هناك تركيز اكثر على المواطن يعني بصراحة على الشخص اللي موجود فيه النمسا يعني حتى برنامج حديث النمسا ضمن الاستيديو اللي احنا موجود فيه سيستقبل جمهور يعني هون راح يكون فيه امكانية يستقبل جمهور معنا ما راح في الامكانية اذا الكاميرا بصعب اعتقد تروح للجهة الاخرى هيكون فيه مجال انه نستقبل جمهور يكون موجودين معنا فبالتالي انا هلا بوجه نداء لكل عام يسمعنا ويشاهدنا اللي بحب يكون موجود معنا ضيف متحدث مشارك يكون مستمع بإمكانه يتواصل معنا ورحنا حننزل المعلومات خاصة يعني الايميل ورقم الهاتف او الواتساب بإمكانه يتواصل معنا وبنرحب باي حدا عنده رأي حاب يكون جزء من المشاركة بصناعة الرأي بصناعة الوعي بصناعة بصراحة يعني المخاطر صعود اليمين مخاطر اليسار يعني عفوا او صعود اليسار ما رح تسميه مخاطر يعني كل هالأمور هين احنا فالنمسا ميديا انفو جرات هلأ بابا مفتوح لأي أحد حابب يعبر عن رأيه خاصة ضمن مرحلة الانتخابات اللي رح تطبعا هتكون هي معنا ما تنسى أساس ممدوح هي حتكون يعني من 15-9 تقريبا الى ما بعد 15-10 لأنه في عنا ما بعد الانتخابات الحكومة والبرنامج والحكومة فحيكون في عنا كتير أمور هنناقش فيها الحالة السياسية المخاطر تأثير على المهاجرين يعني المسلمين الأجانب الكذا كل شي عندهم يعني كل المخاوف الموجودة بالمجتمع المهاجر هتحاول النمسا ميديا تطرحها وتناقشها من خلال الناس العاديين بعيدين عن المسميات الكبيرة السياسية أو خبيرة أو كذا مع احترامنا للجميع هنحافظ على هذا الشق ولكن هنركز بصراحة على رأي الشارع أو الشخص وده أقل شيء نقدر نقدمه لجمهورنا المحترم اللي بيتابعنا وبياخد من وقته عشان يشوفنا وده احتراما لينا واحتراما لي اللي بيتابعنا الوصولد